اشتغل و أنا أستغرب لي من س finest عمري عارف أن.. أيها��은 هايت وأترى يا يوسيف أمك مرأتي علشان تلاهوا رسوله ولأخر جوازنا عشان تدور على بوك وتثبت لك انها مشرف واحدة في الدنيا وحتى بعد معرفة انه مات وردو كانت بتجري عشان تجيب لك حقك فوبة يا أخي فوبة انت قلبك ايه حجر تتجوزتي ايوه اتجوزتو اتجوزتو يا يوصف اتجوزتو عشان لماعيا قالقي حد ياخد بالو مني ويناولني كوباية ميا بدل ابني ابني لسا ابني مرمية هنا بنربح حيطان مع اني حرمت نفسي من كل حاجة علشاني ابني يا بالي شريقي طول عمره بكلمة حلوة ابني لجاي حاسبني دلوقتي بعد ما ربيت وشئت علي وضفحت الدم عشان ما يحسش نلقصه اي حاجة ايوه يا وقت تكون فاكر نفسك فتحت عينك ع الدنيا نقيت نفسك شاحت كده وحتى لو كنت فاكر ده برضو ملكش اي حق انك تحسبنه لو هنتكلم في حساب تعالي نتحاسب تعالي نتحاسب تعالي نتحاسب تعالي نتحاسب ونشوف مين فينا لي حق عند التانية وياغدو مين اللي حمل خده مداس للتاني أنا ولا أنت مين اللي ما كانش بيجيله نوم طول الليل لحد ما التاني يرجع البيت أنا ولا أنت مين اللي ما كانش الدنيا تبقى مستيعاية لما التاني حن عليه ويقعد يأكل معه لقمة مين اللي عاش طول عمره متهنم التاني كأنه قابد واشتراه يا شخد انت عمرك ما قلت لي يا أمه وجايت حاسبني دلوقتي يا يوسف عايز تحاسبني يلا نتحاسب يا يوسف يلا نتحاسب دعنا نتحاسب يا يوسف دعنا نتحاسب يا يوسف دعنا نتحاسب يا يوسف دعنا نتحاسب يا يوسف يا نتحاسب اشتركوا في القناة موسيقى 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 سبحيني يا أمه والنبي أنا مزحلة منك يا يوسف مزحلة منك يا حبيبي تقولتي أمه أولا تاني يا يوسف أولا تاني أولا تاني يا حبيبي أنت عارفة اللي بأديه نفس اسماحها من أنت عارفة أنت عارفة Granny أنت عارفة أنت عارفة إلعابك أولا تاني يا رائع كسيكا حلوة الكهرباء ولا نزود شوية كمان شوية سكساكة يعني بص يا سكسك أنا مستعد أصيبك بس بشرط تعمل لي عجين الفلاحة عارفوا عجين الفلاحة اهههههههههههههههههههههههههههه بس انت بتدف علي يا كلا دا نفرمك بجسمتي انت واللي يتشددك يانا يا حيوان مرحباً ترحباً 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 بشكل جيد فقط اشترك شرح اشترك شرح مجرد شرح شرح افتاح! الى الى الان! ای ایلون، ایلون! اشتركوا في القناة 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 ايه؟ في حاجة يا سني؟ وفي خبر كده خير الراية هرب اشتركوا في القناة 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 وأجنبي ما لعندي؟ أو ما لعندي؟ تسلم لي عيونك هلو أيو تقول ليه؟ طيب طيب هتصرف قلتلك هتصرف فيه يا شيمي فيه اي؟ شحنة تكشفت في الجمالك يا مصابتي السودة؟ قرد وزفت وقرف احنا قال ليه منين ولا منين؟ مش طبيعي اللي بيحصل فينا ده بجد مش طبيعي طيب هو القرد اللي انتو بتتكلموا عليه ده كبير قوي يعني؟ كبير صغير هتفرق معاك فيه يا ندين قرد لو ما تدفعش هنتحبس طيب انا اسفل إيه يعني انت مجنون؟ بتعملها كده ليه؟ ما تقدق؟ ما ترحمني انت كمان يا ديب وانا اللي فيها مكفيني مش نقص واقع دباها من حد بكرة ازي عدل يا عام؟ قدامنا كام يوم والفلوس دي هنجيبها يعني هنجيبها ايه ده؟ يا عام اتعدلك ما تعدلتش مطرح ما ترسى هندوق إليه؟ انا خلاص فكرت يا شيمي انا مش هينفع سافر معك في اي حاجة مفيش وقت الكلام ده احنا نازم ننفت بجلدنا قبل ما ارفعها من حسانة وتسجن ننفت بجلدنا يعني نروح فين؟ اي بلد تاني يعرفوكي مفيش وقت خالص الكلام ده يعني كمان مش هارف هنروح فين؟ يا شيمي مش هينفعنا اقول فبطني نتلطم من بلد لبلد كده؟ عصدك ايه؟ لوحدك هتبقى خفي يا حبيبي مش هتشغل بالك في اي حاجة وليك علي اول ما تستقر هتجيلك لغاية عندك صدقني كده احسن انا مش ببيعك يا شيمي انت اشترتني في الوقت اللي الناس كلهم بعوني فيه انت جوزي بقى بقيت بس كده احسن وين احنا اللي اسمين؟ احنا اللي 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 ا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مفيش عاجة عماني الفاتح سيجري وماشي عالطول هو ده الحب هو ده الحب بتحبيني بكاً بتغلي كمت بحبك دي بتكفيش اللي جوية جوية كبير وكتير قوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر افتح حميمي ما تخافش يا عم افتح مش جاوب وضعليك انفضلش ايه انا دي؟ انا مش طلبت منك تصحيني عشان هنزل اتصرف الفلوس سيبيني نايم ليه كل ليه دا؟ معنش انا اسفق تب ممكن تقعد بس عايز اقول لك يا ستة عايز انزل معنش اقعد بس ثانية واحدة هقولك حاجة ثانية واحدة يا يوسف نعم انا قلت مفيش داعي صحيك عشان هتصرف تلك حلوس ايه دا؟ قلت بقيت الشقة الفايز انا مكانش انفع ايه انا قاعد اتفرج عليك وانت مزنو انا بقيدي حاجة عاملها ومعملهاش شقة ايه اللي بعتيها يا نادين؟ شقة ايه؟ شقة ايه؟ شقة الزمالك انت بقيت شقة الزمالك عشان تجبيلي الفلوس انا اعرف هسدد بيها؟ اه طب وممتك ممتك هتروح وضع انت وضخرين هي قادر وحدها ومحتاج انها حد يسليها ويقعد معيها هيتصالوا مع بعض كده احسن لها على فكرة مش الشقة دي اللي انت قلتلي قبل كده انها زكرياتك وطفولتك ومتقدريش تفعدي عنها والكلام ده كله؟ ايو 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 كده افتكالي ايو 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 ازي حد الشقة يا يوسف يعني انت اهم عندي من ميت شقة محاولة محاولة أنا كنت حمار للدرجة دي حمار ولا أعمى ولا ولا مفهمش ولا إيه أعمى مش شايفك ولا شايف أمي محلش يا مدينة أنا شاكلي كده من كتر ما شفت نسوحشة في الدنيا ما كنتش بتخيل إن في بناء دمين كويسين زي طب اسمعي الفلوس دي أنا مش هاخدها منك دي فلوسك وإنتي مش هتمدي إيدك عليهم ولا تصرفي منهم ولا مليم لأن أنا هرجعلك الشارقة تاني وهديهم لفايز أيوة زي ما سمعت كده بالزبط وأول ما خلص يومين الشغل اللي قدامي دول هاخدك ونطلع أسبوع عسل في شرم الشيخ مش كان نفسك تروح شرم الشيخ أه كن نفسي خلص يوان سفر مفس يد يا يوسف أجد يا نديم ربني خليك لي ربني خليك لي يا حبيبي يا جوزي بيحرميش منك أبدا بيخليك لي يا نديم أنا بحبك أو يا يوسف وأنا كمان بحبك أو طب تلين قبل خليلي بقى عينك عليها مش عايزة تغيب من على قلك ساني الموضوع ده بالنسبة لي حياة أو موت يعني مراعب 24 ساعة أنت فاهمني يا الله سلامي يا أميمي كنا بنقول إيه بقى مين بلغ عني يا بشا؟ مين قالك على مكان إيه؟ محدش بلغ عنك ما تبص ليش كده أنا زابط مباحي ساميمي مش بايع فجلي يعني صحابك دول مهما تحوط ولا حتى تلقمه فده مش يمنعني إن أوصل لك ده لو أنا عايز أوصل لك وبعدين يا سيدة أنا جيت معك ده غري من البداية وقلت لك إن أنا مش جاي أقود عليك وعشان ترتاح أكتر أنا جاي أتكلم معك راجل لراجل مش بشا تفضل الكلام انت مين بالزبط بقى ميمي؟ بالوقت الجدع اللي معروف في الحتة وكل الناس بتعمل له حساب؟ ولا اللي بيزنس مان وفجأة بقى عنده مطعم كده خمس نجوم بالعاية مقدمات؟ وفجأة المطعم يتحارب؟ ولا الوقت البلطي المجرم الهارب اللي قتل وزيرة والدنيا كلها ملقى السيرة غيره؟ يا حكايتها بالزبط؟ ما تفهم؟ أولا أنا باشها أنا ما قتلتش فريد الوكيل ما حاول معلوش تصدقني ونما بقى عايز أعرف حكايتي دي مفيش أسهل منها عارف لي؟ بأن أنا واحد عايز يعيش حالو قوي ومين بقى اللي مش عايزك تعيش؟ اللي بيقول مين يموت ومين يعيش اللي بيقول مين يبقى بني آدم ومين يبقى عبدا عنده أنا عمري مجنت جاني هيسا بيه طول عمري مجني علي بس مش لوحدي ده جيل كامل جيلت كامل طلع على وش الدنيا دي مش عارف هي أخد حقه أخر بالدراع تكلامي الناس الفشلة الشمعة اللي بتعلق عليها أخطأ عندك حقه ما اللي يده في المياه ما زي اللي يده في النهار جربت تعيش زينا جربت تصرف العيلة كاملة جريت في الشارع ليل ونهار عشان شوية ملطيشة ما يقدوش عائل صغير نرفرق بيننا وبنكم طول عمركم شايفين ناس بالها شوية عيال عايشين في مناطق شعبية ربنا خلقهم عشان يقزون ناسه بس بتعرف انت مشكلتك يا ميمي انك عيشت طور عملك تقنع نفسك انك مصدوم وده بقى اللي بداك الحق انك تعمل اي حاجة وكل شيء مباح بالنسبالك تبتكلم صح بس المباح بالنسبالي كنت بدور اللي يعيشنا لمدة يوم اسبوع شهر بين كتير من زي ناس تانية باشا كلة البلد كلها مش ابعدش ومحدش قلها كفاية عملت انتو ايه سبتوهم هما ومسبتونا احنا بسيكتو الغلبان اللي سرق عشرة بنيه عشان مش لاقيه كله بسيكتو الناس اللي سرقت مليارات من البجوك بسيكتو العيل اللي شاهل سيجارتين بانجوف جيبه بسيكتو الناس اللي بداخل مخدرات البلد بش كده عين عينك هديتو العيش اشبعت الناس الخلامة اللي بتدري عيلها فيها من البرد بسيكتو الناس اللي سرقت الاراضي بالملايين عرفت بقى يا بشغل ما عرفتش انتو عمروكم هديو على حد غير علينا احنا بس ما اسمقاش كده يا ميني اسمق ما بنتدارش غير علي القانون قادر يدينه وبادلة كمان فلو انت بقى عايز الناس اللي انت بتقول عليهم دول يقعوا فلازم تساعدني عشان انا كمان قدر اساعدك انا عاوزك تقول لي ميني الناس اللي انت بتتعامل معاهم ووراتوك زي ما انت بنتقول لي مينفع شبشا الناس دي بالسهورة الناس دي كبيرة بحيتان ممكن يأكلونا كلنا حاسمونا كميلة طلعي حق عند الناس دي سبنا اخد حقنا وانا مراحبت ابوي احكيلك لحد عندك أجل احكيك احكيك ساعدة الجنال بقى انا هدى باشين قال لي يا موح هو الواد ميمي مش بيني ممتبول لي موحة بسألك إيه يا أم؟ ميمي مش بايني اللي مندول ليه؟ ما قلتلك مسافر يا أم؟ مسافر؟ طيب وهيرجع عندك إن شاء الله شهر شهر إيه؟ محدش عارف بدعيل أنت بس أم نبي يا بنت في كل ركعة بدعيل من قلبي ومنتجان دماني ربنا يوقف له أولاد الحلال أولاد الحلال؟ هم فين دول؟ مو؟ كتير بس أنت عارفة أولاد الكلب وأولاد الحلال ما خلوش لأولاد الحلال حاجة سوقوا سمعتهم بس هم موجودين موجودين بس ما بنظهروش هل وقت الشدة هليه يقع في ديقة كده ويشوفي كل أولاد الحلال هيقع في حواليه أصل أنا دعيال دعياله والله يا بنتي وأنا دعايا ما بيخايفش أبدا طيب دعيله تاني والنبيا إيه بنت أنت بش واسقة فيها ليه؟ دعيتله دعيله تاني ما قادش حاضر أدعيله تاني وتاني هناه يشترك دنيا وأخرى ويخليك لأمك والامرتك انغلبانة ويعلي مردبك ويوطع أدوك ويأخد بيدك ويخفز بلي يكرهوك الأرض يا رب يا ميمي يا ابن ميمي يا رب مبسوطة يا حيكتي مبسوطة يا قلبه مبسوطة يا قلبه هنا يكرمكم يشترك معاكم يا رب لا وكلكم والبت ندين ديكم تاني خالص يطلع بيميت راجل يا جدعان باعت الشقة وجاية تقول لي يخد الفلوس سدد بيها القرد بس ما تزعلوش مني بقى أنا ما قدرتش أخد منها وأنا مليم ما حدرز علم منك يا يوسف أنا فاهمك متعندك حق يا رب يا جماعة مبيع المحل ده وبتمن ومساعدة للقرد وبعد كده ربنا سهل يا جدعان قرد إيه وفلوس إيه اللي عمليت فكروا فيها ما نشوف المصيبة اللي إحنا فيها الأول الموضوع مقصود أي دهان الضربة عمالي جن ورا بعض عشان ما عرفش جاي منين ولا منين أمينة وكان عايزين يقتلوها وإنت السن جالك يهددك وأنا قتليني الوزيرة ودهبني كده مع أمجد شعبين الموضوع إذا تفتدي يخلص علي أولا كان بقى يخلص علي يتقلع من جدوره ما إحنا مش هناخدوا الضربة ونفضل قاعدين مستنين الضربة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها أخريتها إيه؟ عندك حقق يوسف لازم نخلص الجنرال عايز يخلص علينا خلص يا جماعة نخلص عليه بسرعة إيه يا جماعة اللي انتو بتقولوه ده هو سهل بالنسبالكو كده انتو تخلصوا على أي حد ما قولك إيه؟ ما فيش ده من غير كده يا قتل يا مقتول هنقوله إيه تفضلك على قتلنا بعدها يا مينا ما انت واكتر واحد عارفها شفت اللي بيقف قدام الناس دول بيحصلوا إيه بس ده خطر عليكو كلكو يا سيدي خطر بس هنعمل إيه؟ ما هو بيقولك يا قتل يا مقتول هنستنى الغتل ما قتلنا يا جدعان إحنا في سبب واللي حال أول إحنا نضط عليه في بيته ونخلص عليه إزاي يعني؟ إزاي ده لاسمع أنه عايش في قلعة ما بيخرجش منه أصلا غيره هم متخفي نشوف طريقة وأكيدة راجل ده عند رونة الضعف وهي دي اللي هتوصلنا لي على بركة بنسال إن شاء الله نعم فيش أخبار عن سيكا جدعان حط وصل له أنا وأمينة رحنا لعنطي هروا في المكتب وقالت هنا آخر مرة كان بيكلم واحدة في التلفون اسمها لولا لولا موسيقى 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 اشتركوا في القناة